اشتركوا في القناة وطاقة شبابية هائلة يمكنها ان تصنع المزيد من النجاحات للمملكة بما يعزز من مكانتها المرموقة التي تحتلها على خارطة الرياضة الدولية واشاد سموه بما حققه اسبوع القوة من نجاح وتميز يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها مبادراتنا المختلفة مؤكد سموه ان هذا النجاح ما كان ليتحقق لو لا دعم جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه نحو مزيد من العطاء والجهد في سبيل تحقيق اهداف هذه المبادرات والتي تخدم مختلف المجالات الحياتية لسيما المجال الرياضي مثمنا سموه عاليا الرعاية والدعم من لدن جلالته اياده الله للرياضة وابنائه الرياضيين والذي انعكس على تحقيق النتائج المشرفة في مختلف المشاركات واشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود المعيزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة للارتقاء بالحركة الرياضية في البحرين من خلال ترجمة توجيهات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه عبر الاستراتيجيات التطويرية التي ساهمت في رفع مستوى الالعاب الرياضية والرياضيين لتقديم المستويات المشرفة من خلال مشاركة الفرق والمنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية والتي حصدت من خلالها المملكة العديد من الانجازات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية وأشار سموه إلى أن التنظيم المميز الذي أظهر أسبوع القوة بصورة رائعة يؤكد على العمل الاحترافي الكبير الذي بذلته الطاقات الشبابية باللجنة المنظمة والتي أكدت من خلال ذلك الجهود الواضحة في إدارتها القوية لفعاليات هذا الحدث بضيحا سموه أن اللجنة المنظمة استطاعت الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المنظمين والمشاركين من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وهذا ما منح أسبوع القوة التمييز وأكمل الصورة الحقيقية للعمل بشكل متقن في جميع الظروف مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة أقوى رجل في العالم متمنيا سموه حطا أو فرق لبقية المشاركين في البطولات القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر